اشتركوا في القناة 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 بتاع الفالوبيان تيوب تلتقطها علشان تدخلها جوه الفالوبيان تيوب بواسطة السيليا والموتلية بتاعتها لحد ما تروح للضيليتد بارت افذي فالوبيان تيوب اللي انا بقول عليها الامبولا افذي فالوبيان تيوب دي السايت افرتليزيشن في الفترة ديت نحتاج في نفس الوقت تغيرات تحصل في الرحم علشان تقدر تلتقط الاسبيرن اسمائي العلاقة الزوجية عشان تشفوتوا تطلعوني لحد فين لحد الضيليتد اند افذي فالوبيان تيوب اللي الضيليتد بارت اللي هي الامبول عشان يحصل الفرتليزيشن زي ما حصل تغير في الاوفري في الاربعتاشر يوم الاولانين عشان يطلعوني في الاخر وان اوفر بيحصل تغيرات في الراحم علشان تجهز نفسها لحاجتين اول خطوة الاول حاجة خالص انها تنقل الاسبيرن للسايت افرتليزيشن ثم تجهز نفسها لاستقبال الجنيه صح؟ اتفاقنا ان الراحم نفسه هيحصل فيه تغيرات في الاربعتاشر يوم الاولانين سواء هيزيد السيكنس بتاعه هيزيد الرياكشن او السنسيتيفتي للاستروجين في الاربعتاشر يوم الاولانين انقباط فهتلاقي في الاربعتاشر يوم الاولانين مع الاربعتاشر يوم الاولانين في الراحم فيعمل ايه؟ ساكشن يشهد السبيرن يوديه في سكيته ناحية الفالوبيان تيوب خلاص؟ لحد ما يلتقي من ايه؟ من اوظم في الدينات البارت في الفالوبيان تيوب يحصل الفير طيب بعد ما حصل الاوليشن في الاوباري ايه اللي يحصل؟ لو بناخد هستولوجي او بتاخد اناتومي هتعرفي ان انا عندي الماتيور جريفيان فوليكل بتبقى عبارة عن ايه؟ ها؟ عبارة عن زي قورة كبيرة كده الليين بيبسلز بتغطيها بسلز وجوها الاوبار ان ما بيحصل اوفيوليشن يعني الاوبار مخرجت منه يعني عشان هتخيل الوضع الكلام ده هنعيد ونزيل في كمان شبك فانا بقولي الكلام ده ايه؟ هنفع محاله بصوا بصوا يا جماعة هنا اهو كده الاول كانت برايماري فوليكل صغيرة ايه قعدت تكبر تكبر لحد ما بقت ها؟ اللي هي عند كلمة انترام بيت بقت ماتيور فوليكل ايه اللي بالنزرق ديه الاوبار واللي حواليها دي كلها اللي هي سيلز عملالي فوليكل كبيرة او اسمها ماتيور فوليكل اول ما بيحصل الابيونيشن عند اليوم لاربعتاشر الاوبار بتمشي في التكتر دي ما قلنا والجزء المتبقي من الماتيور جريسيان فوليكل بيعمل لي حاجة اسمها كوربس لوتين اللي هو اسم الاصفر الكوربس لوتين ده مهم جدا جدا لانه بيطلع هرمونات الاستروجين والبروجستيرون اللي الاتش ما يطلعش ان الكوربس لوتين انت هو بيتكون تحت تأثير الالاتش الالاتش بيطلع من الغدة النخامية الفص الاناني ماشي؟ الفوليكل ايستيميليات اللي هرمون ساهم في ان الفوليكل التكبر هو والوالوتونيزين الهرمون والليتونيزين الهرمون ساهم فى عملية الاوفيوليشن الايتشي نال ما annual حاله وبعد الاوفيوليشن الايتشي هيساهم الكوربس نوتين لانه يكبر وهي صيك تريشال اللي هو Burgesterone من هنا والاستروجين hay un prost col فالبágار تسبب بنشيبiş الأمكان اللي هو اللي تحت ده الخط اللي تحت ده أعلى معدل بعد الأوفيوليشن لو بسيطوا عليه الكيرف طالع بتاع البروجسترون بعد الأوفيوليشن بعد اليوم لاربعتاشر بدأ يزيد بيطلع منين من الكربة سلوتين البروجسترون ده المايسترو ركزوا يا ده قولي الكلام ده كله علشان أوصل لحكاية البروجسترون البروجسترون هو المايسترو هو البنة اللي هيساهم فيبونا اللي هي الرحم ويطلع سيكريشنز من 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 اللي هي موجودة في الرحم علشان تجهز بالجليل علشان تعمل كل لفته ودوران لأبقى ثاهم ان انا عايز اوصل في الآخر لقل البروجسترون هيطلع من الكربة سلوتين ده عدد اليوم لاربعتاشر وبيطلع علشان يحاول يحافظ على الحمل لو حصل علشان يحافظ على ايه على الحمل لو حصل بيساهم ازاي زينا اتفقنا هيشتغل بقى على جدار الرحم زي ما هشوف حيانا يبقى انا هدخل بقى على الهرمون اللي انا عايز اتكلم عنه البروجسترون الاستروجين كان بيطلع من اين كان بيطلع من البريمورديال فولكس كلام ده قلنا المرة اللي فات البروجسترون يطلع من الكربة سلوتية بعد ما حصل البروجسترون بيطلع لهذا البروجسترون اللي له دور غاية الاهمية انه يعمل بتسمعه اكيد واحنا كلنا ناس خلاحين ونسمع ونشوف لقى واحدة تقول لك والله يا دكتور انا ايه انا قلت كل ما يحصل حامل ينزل لحد ما روحت الدكتورة ربنا يبارك فيه كتبتلي حقنا قالتلي ده هيثبت الحامل يبقى البروجسترون وهنشوف ازاي حالة واتحت الصورة جماعة كل كلام ده لسا هاتكلمش على الفيميل صحيح انا كل ده عايز اوصل لحطة ايه البروجسترون بيطلع من اين اثناء الفيميل صحيح يبقى البروجسترون هارفت هيتطلع من اين يا جماعة من القربة سلوتير الجسم راصف اللي هو هدخل بقى على الاكشنز بتاعة البروجسترون ايه هي الاكشنز افبروجسترون البروجسترون هيشتغل على يعني هيشتغل على على البرايميري سيكس اورجان على السيكس اورجان ولوه اخر اكشنز اول حاجة على البرايميري سيكس اورجان في الفيميل البرايميري سيكس اورجان ومين الاوبرز طب هيعمل ايه في الاوبرز خدوا نفس عمد كده وركزهم عشان نعرف مهم في ايه قالك خلي بالك اول حاجة البروجسترون قبل ما يحصل الاوبيوليشن بيبدأ يحصل سيكريشن خفيف جدا كمية ليينة جدا 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 يحصل لها سيكريشن من الماتيور جريفين فول كمية ليه اول الاساس بيفرز من القربة سلوتية لكن قبل الاوبيوليشن على طول بيبقى فيه كمية صغيرة او طيلا من الماتيور جريفين فوليك الكمية الصغيرة ده ايه بتبقى كافية انها تستثير الالي اتش سيارش المرة اللي فاتت قلتلكم ايه ان الالي اتش لا بيطلع من الفص الاماني للغدة النخامية في قبل اليوم الاربعتاشر من اربعة وعشرين وعشرين ساعة قبل اليوم الاربعتاشر اللي هو الماتيس سيكل بيحصل له الصادم انكريز زي اسبايت زي اكشا بوتنشا كده بقول عن ايه الالي اتش سيرج يعني الصادم انكريز ان اتش ليبت نتيجة زيادة الايه الاستروجين في المرحلة دي والحاجة التالية اللي بتخلي الالي اتش سيرج يحصل ويتساعده كمية صغيرة جدا من ايه من البروجستور يبقى اول وظيفة مانيوت يعني كلمية ليلة جدا يعني قبل ما يحصل على طول يعني في اليوم الايه التلاتاشر والاتناشر من اربعة وعشرين واربعين ساعة بيساعد في احداث اللي اتش سيرج بس دايما بقولي يا جماعة الحاجة ما بتزيد عن الحد تتقلب للدد تلاقي القضي ايه يشخد في بنته مرة اول مرة يشخد فيها بتعيط خلاص تاني مرة يشخد فيها بتكشف تالت مرة يشخد فيها بتزعل سنة صغيرة عشر مرة بتضحك معادتش فرقة معاه بسمها ايه تبلت خد على الشيتيمة وخد على الزعيق وخد على الضرب صح ولا لأ فالحاجة ما بتزيد عن الحد تتقلب للدد اما تلاقي واحدة انتجاه المدرد في يوم كده هو اول يوم في السنة الدراسية وما كنتش اتعملتي مع الناس فلقتي قاعدت في ريحك شكاية شكاية يعني ايه مش بتشك فيك لأ شكاية عن كثيرة الشكوى تيجي تقول لك والله يتالى المواصلات صعبة اللي عيشها صعبة اذا ما اقول هي اللي بتشتغل وتصرف على البلد انا هل معرفش عاملة ايه خلت في الاول انت ما تعرفهاش انت قلت تهي بتتعرضت للظروف صعبة بتقود التبطبي عليها يا بنت ان شاء الله الدنيا تبقى كويسة ابص الحياة وارد دي بص معرفش ايه تاني يوم تقعد في ريحك وتسمعك نفس الستوان يا بنت سيبها على الله عاشر يوم نفس الستوان ولا هتعبرها ولا هتبصرها لين انا خلاص لأتعودت عليها انها شكاية صح فالبروجسترون لما بيكون كنية ليمة جدا قبل الايه قبل الاوفوليشن تطلع بتزود وتسهل في عملية الاوفوليشن طيب افردوا بق اللي هي فكرة اقراس منع الحمل قلتها ستة في بلس في نوع من انواع لأقراس يا جماعة لما تدخلوا تاخدوا فارما النتيجة تاخدوها وتسمعوا عنها حبوب منع الحمل لانواع من ضمها في حاجات تتاخد واحد وعشرين يوم وتبطل سرعة صح وفي حاجات تتاخد على طول ما تقاش اللي هي بتاعة اللي هي اللي بتاعة الحبوب بتاعة اللي بيقولوا على بتاعة الرباعة دي اهدية برجسترون دي بقى فارجسترون بس مفيش فائق استروجر وديبتو بقى اكتر امان من التاني هي اقل في الفاعلية لكن اكتر امان اعوضوا نفسكو يا جماعة الحاجة اللي تجيب نتيجة سرعة جدا نخافوا منها يعني ما حد يقول لك هات ايه هاتيلي الف جنيل انت محوشاهم وبعد شهر هتدونك خمس تلاف جنيه خاف منه هينهبت هينصب عليك صح الحاجة اللي تيجي سهلة بتروح سهلة حاجة اللي تجيب فعل الكورتزون ما شاء الله روح على العلاج بتاع مفيد جدا وبينقص حياة ناس بس اثار الجانبية خطيرة ماشي ان يستخدم عمال على بطال طيام وضغط وسكر وا 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 الوفيليشن. يبقى بالتالي. لو ادينا جرعة كبيرة. من البروجسترون يعني يمنع. وبالتالي هيمنع اله سيرش. مش هيخلي اله يعلى. وبالتالي مش هيحصل طبويب. ودي فكرة ان مش هيحصل حمد. وتحط صورة يا جماعة. يبقى بالتالي. وكل ميشال اللي عنده ايه? بمقدار. ربنا ما بيعملش حاجة عبعظة. ما بيعملش حاجة عشوائية. اي حاجة بتحسر دوا جسمك بهدف. لما البروجسترون بيعلى سنة صغيرة. قبل الوفيوليشن الهدف اللي يسهل عملية الوفيوليشن. انت الشمللتي والشطرتي وخدت البروجسترون من بره بتعملي عملية الوفيوليشن. بتوقفيها. واتحت الصورة ده على البرايمري سيكس اورجن. طيب. عالثيكنداري سيكس اورجنز. ابص على الرسمة دي. ادى الفيبير الرو داكتور سيستر. اتكلمنا على الاوبري بيحصل ايه? طب على الفالوبيان تيوب. ركازوا. انا قلت المرة اللي فاتت الاستروجن كان هدف الاساسي ايه? هدف الاساسي يساهم في عملية الوفيوليشن. دي اول حاجة. يجهز لعملية الفيرتولايزيشن. دي تاني حاجة. تالت حاجة يجهز لدعض كده عملية الانبلانتيشن راقلة. اولية خالص في بنى جدار الرعب. بيساهم في عملية الوفيوليشن. انا بتكلم عالاسترش. انه كان بيزود ال 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 اتشي سيرش. هو المسؤول عن ال 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 اتشي سيرش. طب بيساهم عملية الفيرتولايزيشن ازاي? تا كان بيشتغل من اول الفاجينا لحد الفيوبيان تيوب. عالفاجينا كان بيزود الميرز بتاعة الفاجينا. بياثر عالسيكريشنز. بتاعة الفاجينا. يخليها سيوتابل. 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 صح? تا بيشتغل على السيرفكس. عمق الرحل. ويخلي السيكريشن بتاعها فين? قال كلان فيساهم العملية ايه? المهور بتاع هذا الاسبيرم. بيشتغل على اليوترس. فيزود الكونتراكشن بتاع اليوترس. فيعمل ساكشن من اسبيرم. يحركوا في اتجاه مين? في اتجاه الفيوبيان تيوب. واتحط صورة يا جماعة علشان يجهز لعملية ايه? الفيرتولايزيشن. ثم كان يشتغل على ايه كمان يا جماعة? على الراحل. يعمل فيه ايه كمان? بيبدأ في البنى. بيبدأ يدلي. واتحط صورة يا جماعة? يزود الثيكنس بتاع هذا اليوترين. طيب. كده الاسترشن خلص? طيب البروشسترون بقى. ايه رأيوك يا جماعة? البروشسترون جاي يكمل المسيرة. هيكمل المسيرة ازاي? الستة حصل وحصل فيرتولايزيشن. انا دلوقتي حصل الفيرتولايزيشن فيه? في الوايلد دوبارت او الوايلد بارت او ذي فانوبيان تيوب. اللي انا بقول عليه الانبولة او ذي فانوبيان تيوب. انا عايز الفانوبيان تيوب تعمل ايه? تبدأ تغذي هذا الايه? الزايجوت. فهتطلع سيكريشن. يبقى البروشسترون سيكريشن او نيوكس. مستسري فور نيوت ريشن او فيرتولايزي ايه? اوهم. اللي يهت زايجوت. يبقى اول خطوة للبروشسترون علشان يجهز ويحافظ على الحن ان يغز الزايجوت. يغز الفيرتولايز دو اوفم. من ايه? من الفالوبيان تيوب. طيب. بدأت هذه الفيرتولايز دو اوفم او الزايجوت تسافر في اتجاه مين? اليوترس. يبقى انا عايز اعرف هذا الايه? هذا البروشسترون هيعمل ايه في اليوترس? قال تخلي بالك. انا قلت ايه? هيقعد يدني في جدار الرحم في الاندوميتريام بالذات علشان يجهز لعملية الانبلانتيشن. يبقى اول خطوة استيميليتسي سيكريتوري تشينجيس اوف اندوميتريام توهيل بانبلانتيشن اوف ذي فيرتولايز دو اوفم. يعني هتلاقي ايه? الجدار الرحم زي ما قلتلكوا قبل كده. في جزء داخيني بقول عليه اندوميتريام وجزء اوسط بقول عليه الميوميتريام اللي هي المصر وفيه ابنتريام. الاندوميتريام ده دا لقي فيه ايه? فيه جلالد. طلع في كريشان. وفيه ايه? بلوت فيسل عشان يدي نيكريشان. وفيه ايه? سيلس. قبل ما يجي هذا البروشسترون بيبقى فيه مين مال او سيكريشان. ميبقىش يسيكريشان. الجلالد بتبقى ايه? صغيرة ونان سيكريشان. خلاص? والاندوميتريام سيكون ليه صغير. ان بيجي هذا البروشسترون بيكبر كل حاجة. بيكبر سيكريشان بتاع الاندوميتريام. السيكريشان يزيد. والبلوت فيسل تزيد تبقى تورشص ملولوة كده زي ايه? زي سلك التليفون. والجلالد بتبدأ تطلع سيكريشان. السيكريشان ده علشان النورشمنت بتعمل. البلانتد ايه? او الفيتس ما اللي هيبقى فيتس. التاني حاجة هي بالسورميشان أو بلاسينتا. البلاسينتا اللي هي الجزء المهم جدا في النورشمنت والايه? وتكوين الجميل ده مهمة جدا. مين اللي اللي هلقوم بدور كبير فيها? هذا البروشسترون بيساهم في تكوين هذه البلاسينتا. ثالث حاجة لنتلز بريدنس يا. زي ما قلت لكم. الهرمون اللي بيثبت الحمل. طب يحفز على الحمل ويثبت الحمل ازاي? انا قلت بقول الاستروجين تبدي يعمل ايه في اليترايلول? انقضاض. ده بيعمل العكس. ده بيعمل ريلاكسيشان. انه يبقى ريلاكسد. مش هيطرب اللي فيه. ماشا الكلام يا جماعة? يبقى بيانينتين بريدنس يا عمطاني بيعمل ريلاكسيشان لليوتراين وور. يبقى ده على اليوتراس. طيب على السيرفيكس بيعمل ايه? سيرفيكس ان هو عمه كل راحة. خلي بالكم البروجسترول بيزيد السيكريشان بتاعه امتى? بعد الاوفيليشان. بعد ايه? الاوفيليشان. يعني الاوفم كانت طلعت. وبدأ عملية الفيرتليزيشان. ولو الاوفيليشان كانت متجوازة. خلاص. الفترة اللي الست ممكن تبقى في ارتايل فيها. يعني تخلب فيها او تنجب فيها. هي الفترة اللي حوالين الاتساكل. اللي حوالين اليوم الى 14. قبلها بايمين وبعدها بايمين? قبلها بايمين وبعدها بايمين. ده الفترة اللي ممكن الست تنجب فيه. ايه? لان الست مش ماسكة ورقة وقلم ولا منفة. يوم الى 14 اللي سيكون فاستخدم الأفضل في اليوم لعضوه في اليوم لعضوه في اليوم الاربعطاشر يمكن سيكون في الخمستاشر ممكن في الاتناعشر 2 ممكن في الستاشر في هذا الرينج واضح الصور يا جماعة طيب دعوا بلكوا بعد ما حوال الوفيوليشن بدأ البرجسترون يعلى والأطلاً في بعدها ديوم من البرجسترون بدأ ان ما بدأ يعلى بعد الوفيولايشن ديوم أو ديومين لو كان فيه نصيد ان يبقى في حمل حصل البرجسترون يعني السبيرن قابل الايه? الاوفم وحصل اتكون فرتلايز الاوفم اللي انا بقول عليه الزيت. خلاص. هل انا محتاج سبيرن كنية? لا. لا. طيب شوفوا بقى العظمة بتاعت ربنا عشان تعرف يا جماعة ان كل شيء عندها ايه? بمقدار. في ناس يا جماعة بيزداد ايمانها وتعرف ربنا لما بيبحوروا في العلم. كل ما تتعلم اكتر كل ما تعرف اكتر تعرف ماذا العظمة بتاعت ربنا? وتحفصونا يا جماعة شوفوا اللي بيحصر. السيرفيكس اللي هو عنق الراحم ده بيعمل بلاج سدادة ميوكاس بلاج نتيجة هذا البروجسترون. يبقى البروجسترون يشتغل على عنق الراحم استيميولات ميوكاس كريشن. ما يا لو? ثك. ثك. لا افك يعني ايه? ثميك. فيسد لازد. سلولة. عمل حاجة اسمها ميوكاس بلاج. سدادة من ميوكاس. يوم نعني اللي سبيرني عدم خلاص اللي حصل حصل. احنا عايزين الحمل والحم خلاص. او لو ما حصلش حمل. يعني بعد اليوم مثلا الستاشر خلاص. الاوفا ما يكون ماتت. نسبة ده وهتنزل في الشارع. خلاص? فما عمتش محتاج. ما عمتش محتاج سبيرني. يبقى بعد يومين من الاوفيونيشن كان البروجسترون عيدي قوي. فهعملني الميوكاس بلاج. منع فرجر سبيرني منعدي. ولو حتى سبيرني عدة هيعدي منهة القوة. هيش خطوتين يموت. مش هيكمل سيكتيتو لحد الاوفا. واضحة الصورة. تمش كده وبس. شوفوا العظل يا جناعة. ها? كمان يوم مشتغل على مين? عالفاجينة. هزا البروجسترونيشتغل عالفاجينة استميليات. هدف البروجستروني. هدفها ايه بردك؟ تهمج لسبيرني. توقفه تخلي ما يتحركش. وله اتحرك مش هيقدر يكمل سكتو. هيموت قبل ما يوصف. عملية سبحان الله يا جماعة. لسبيرني قائم حجمه قد ايه؟ ويمشي مسافة قد ايه؟ ولزينة المجل كمان شوها تكلم في البوادكتور سيستن. هنعرف ان عجب لو درست عالم النحل وازاي النحل يعمل ايه الملكة تتزاوج مع ذكر واحد بيتم ازاي الغبل بيبنون يجروا وراها هي الطير واللي عايزين يتزاوجوا معها بيطيروا معها وراها بقى آلاف ملايين زي ما يطيروا ويجروا يحاولوا يجروا يحصلوها وهم ما يشيروا في السكة اغلبهم بيموت و سبع البروند اللي بيوصل بيتزاوج معه بيموت بعدها على طول شفتوا ولو ما ماشي بيتلموا عليه موته شوفوا يا جماعة فنفس الكلام في البناء آدم البناء آدم بيبقى ملايين مسبيرنس بتحاول توصل لحد ميل الاوظم وهم ما بيسافرهم كتير منهم بيموت لحد ما يوصل عدد كبير للأغرم نفسها علشان يخترقوا جدار الأغرم بيشتغلوا كلهم مع بعض بيساعدوا بعض لحد ما ايه؟ يعودوا افحلوا افحالوا هما بيفحروا الناس تموت بردك لحد ما wipe واحد بس يوم عدي ثم يقفل على طور ثم قفل على طور ثم قفل على طور تبنع غيرها يا عد إلا لو صدت بقى اثنين عده في نفس الوقت وبكوانولي التوقم وطحة الصورة يبقى تشوف يا جماعة بيتناغم وبيشتغل ازاي علشان يؤدي الوظيفة تمشته ده وباس ربنا قال كمان خلي بالكم فلو حصل حملة عايز ايه بعد العين ما ينزل عايز لبر عايز يرضع فجهزنوا مين البرست فالبروجستروني يشتغل على الماما ريجلاند اللي انا بقول عليها البرست هيعمل ايه اول حاجة يزود الجروف الصيص صح يزود الجروف بتاع البرست الجزء اللي هيطلع السيكريشن يبقى اشتغل على الجزء المصمع المصمع بتاع الملك مين الماما ريجلان البرست ككل اما اقول كلمة بريست تعمل ثادي ككله دهون بلد فيسل جلد كله لكن اقول ماما ريجلان دي داكت سيستم وحاجة اسمها اسمها يبطلع السيكريشن ده المصنع خلاص الاستروجين كان بي ايه بيساهم في انه يكبر الحاجم صح والبلوت سابلاي والفاد بوزيشن ومداية الداكت سيستم لكن البروجسترون هيكمل البنى بقى هيكمل ازاي هيزود الداكت سيستم هيزود الالفيلر سيستم اللي هو الجزء اللي بيطلع السيكريشن نفسه يبقى اول حاجة استموليسي ديفلوبمينتو سلوبيوز داكتس اند كمان الفيولاد بس لانك هتبلكو نصا ازاي مكتب مدهار يقول ما فوت في حاجة اسمها الفيولاد الالفيلاز ده الجزء اللي هيطلع السيكريشن لو تفتكروا ماذا اتكلم على اجلالد ما اقول اجسوكراين جلالد لو انا بتكلم في ان ايه في حدقة في السمك كنت بقول لكم اجسوكراين جلالد جزء منتفخ وفيه داكت طالع منه الجزء منتفخ ده اللي هيطلع السيكريشن فالماما ريجلندا او البرست نفس الكلام هتلاقي فيه اسمها جزء منتفخ ولا يطلع الملك وهذه الاسمها متصلة بقناة واضحة الصورة يا جماعة كلام كويس يبقى استموليسي بقناة ولازم ما بعرف انها كانان الاسيناس الجزء المنتفخ ثم صبرت سيكريتوري فانكشن يعني ايه بتدعمه ازاي انها بتزود هرمون اسمه البرولكتين البرولكتين او هرمون اللبن زي ما انتم بتقول ده مهم علشان الملك ايه فهذا البروجسترون بيزوده خلاص فبيسامل في عملية الايه الملكي فورميشن انت سيكريشن واضحة الصورة شفتوا البروجسترون بيعمل يا جماعة بيعمل ايه على كل اجزاء جسم الانسة سواء براينري او ثلاثة اندريات في ميل سيكس اورجنس طب الاغر ايشن ببروجسترون قلت خلي بالك قلت له حاجة اسمها ايه ايه يعني الست اللي بتقيس درجة حرارتها نص درجة نص درجة يعني لو واحدة جايبة ترموميتر كل يوم تقيس درجة حرارتها من اول يوم في الدورة لحد ما كلف الدورة كلها ترجع الاول يوم تل هتلاقي درجة الحرارة بتاعتها اللي هي بيقول عليها البيزل بادي تنبرتش درجة حرارتها هي بتزيب نص درجة في النص التانية من الدورة ليه لان البروجسترون ده له ثيرموجينيك افكت يعني بيرفع البيزل بادي تنبرتش يزود البيزل بادي تنبرتش يزود البيزل بادي تنبرتش ثالث حاجة يزود البيزل تلاقي البيت او الست اللي بعد لاش البيت الست الحامل تلاقيها ايه يعني جزها بيبتت عنا لتاكله خلاص الغالبية مش في ناس ايه نسلولة نسلولة يعني ايه يعني ان تبقى حامل تضعف اكتر صح لكن المفروض الغالبية القعبة ان الواحدة ما تبقى حامل البروجسترون الزادة عندها فتلاقى بتاكل في اخر زادها يعني بتاكل في اخر زادة يعني ايه ده احنا اقولها ده مصطلح معروفة يا جماعة واحد الميلية واحد بيأكل اكل كتير اوي يقول يا اخ انت بتاكل في اخر زادك ارحم نفسك شوية انا جايب خمس سانداوتشات بقول باسم الله الرحمن الله يحين غالي المعد بقول لي سلامه عليكم بابص ليه اتفضل سانداوتش اللي ارباع رحوا فيه المشعات ماشي؟ فتلاقيها نتيجة البروجسترون العالي ده هي تقعدة ايه؟ قعدة تاكل كتير ليه؟ لما بيتزود الابطايت تبقى ابيطايت يعني الرغبة في الاكل الشهية للأكل واتحط الصورة يا جماعة تلام كويس وانزارك حتى في المص التاني من الدورة حتى في الفيميل العادية اللي هو النوم بريجمان تلاقيها في المص التاني من الدورة لها رغبة في الاكل الزيادة ويزد وزنها زيادة ويتحط الصورة ثم مهم جدا في حاجة اسمها ماترنا النا بهضية سبحان الله اللي ابدى الرحمة في قلب الانثة ليه؟ للجميل او للطفل الاحساس بالامومة فكنما كنت بقولكم الاسترجين اللي يشتغل على الولد والي صبات نمه يدونه ايه؟ البيهيذيار بتاع الراجل فالبروجسترون بيدي البيهيذيار بتاع الامومة للانثة العاطفة القبطة من شدة حبها لعيالها لما اعتقلهم شفتوا الخبطة دي؟ بتحبوهم لدرجة ان في دماغها لما تاكلهم اتحافظ عليهم في بطماء بتاكلهم من شدة حبها لهم تخيلهم؟ لا مش بتكرارهم تبتحبوهم حب ازادي عن اللي جيوه؟ في بعض البيهيذي يضيقوا برضا بمواتوا عيالهم من شدة حبهم ازاي؟ انا بتكلم الحاجات دي مين؟ اننا عافظ حياتنا انت مثلا ربنا رزقك بعيد تيجي توحي للدكتور يكتب لك العلاق كتب لك معين ثلاثة اربعة مصر شايف العيل حالته جديدة ومحتاج للاربع انواع ديه فانت عملت نفس الدكتورة روحت البيت ايه دعم؟ كاتب الادوية دي كلها ازاي؟ انا اخبصهم الاربع ادوية دول كفاء نوع واحد اي نوع والمفروض النوع ده حتى يتخذ ثلاث مرات يكفى مرة انا مش انا جبت الادوية جبت الادوية دي واحدة من شدة خطع العيل مدت مش علاج واحدة غشمة تانية العكس انكتب اربع انواع الولا ايه؟ المفروض ياخد ثلاث مرات في اليوم قالت طب محلهم خمسة يمكن يزيد يمكن يتحسن اكتر الولا الزاب عرب عندي يروح تروح يبتع السيد لها متقولوش انه بياخد حاجة تقوم جايبة ايه؟ ادوية زيادة فقعدت تلغم العيل تتجينه ادوية كتير جدا هتضره ولا ما تضروش؟ بغشمية عملت زي ايه؟ رايح للدكتور بردك في نوعية من الناس هكتين زي ما تلكه قبل كده واحد مش عايز يوح للدكتور خالص وعنده عنده ايه؟ كرامة وكبرياء انه هو مش عيانة الدكتور يقول لي انت يا ابني عندك ايه؟ والله ما عندش حاجة انا سليم هو اصلا يا عيلي عيان عيان محتاجي تحيز المستشوى اصلا مش قادر ياخد نفسه انت مالك لا تا بس كابينة كنت جاي ناشي انت مطابع السلم انت مش قادر تاخد نفسه فيه زرقة عندك لا لا تا بيتهيق لك يبقى بيدر نفسه ولا ما يدرش يعني هو بيقولش الاعراض التاني العكس دايزة العفريد مش عنده حاجة ما ديشتكيش من حاجة اصلا بس اول ما يشوف الدكتور اه 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 ديكوح امسك جنبه مغص تانى يا تعبان تانى متسح في ناس كده لا تدر قلت كل ما اشتيك اكتر الدكتور يهتم ما هو يشنوله الدكتور بيتمي العلاج حسب المشاكواك انت ما تقوله انا مش شايف ها هيبقى عارف انك شايف انا مش شايف الا لو ايه بعتك بقى الدكتور رمض وبدأ يفحصك على اجهزة وكلام من ده يبقى الدكتور بياخد ايه بيشخص بجزء كبير من تشخيصه ايه من كرامه معك واتحط صورة يا جماعة واتحط يبقى بالتانى هذا الايه البروجسترون مهم جدا في الماتيرنال ايه ماتيرنال بيهاذير قال الكلام ديام ما الحاجة اسمها بيزود السوديان والوطر اكسيكريشن يعني ما خود ديام ما الحاجة اسمها الناتيريوريسس بينزله في اليوري يبقى تانى الاثر اكشن زا تشمل ايه فيرموجينيك اكشن يزود الريشن يزود الابيطايت الماتيرنال بيهيفير يزود السوديان ووطر ايه اكسيكريشن الكلام صحي ولا صعب كلام كويس ناخد نفس عميك كده يا جماعة ايه رأيكم دايما بقول ايه قلتلكوا قبل كده لكل شيء اذا نتم ايه ها نقصان فلا يغرض طيب العيش ايه انسان هي الحياة تبعاتها ايه امما من سره زمنا ساءته ازمانه ما بعد الكمال الا النقصان وماتارة طي由 ها حافظي شطار هيبقى سؤال في الاسئلة ما طار طاير اوا ارتفع انك ماتارة واحد الفيميل جيس ما عادي يبني يجاهز نفس الحامل واواواواواواواواوا وكلامن دا لحد ما هتوصل لمرحلة خلاص هي ربنا لزاقها بعجب معين من البريموردي الفوليكل في الأوغاي كل شهر بيقلهم بيقلهم بيقلوا لحد ما ينضبهم ما عادش فيه خلاص؟ ها؟ واتحب الصور يا جماعة فداكننا الحاجة اسمها مينو بوز مينو جاء المينستري ويشن اللي هي السايكل أو الدورة بوز يعني توقف يبقى المينو بوز معناها ايه؟ ها؟ توقف الدورة أو اسم النشاع اللي بسن اليأس ماشي؟ ربنا ما يجد يأس ركز يا جماعة بوزن عام يا جماعة الواحد ما يبنش طموحاته واماله وحياته على حاجة معينة في جسمه ماشي؟ أو على حاجة معينة يا تأصل يا إن الدنيا تبقى سودة صح ولا لأ؟ أي حاجة أي نعمة ربنا ادهالك نعمة كبيرة أول واحد يفرح به مجرد أنك قاعدة كده هو والنفس بيدخل لوحده مش نايمة على جهاز وأنا محتاجة جهاز تنفس دي نعمة كبيرة مجرد أنك تندي إيليك وتجيب المية الشبيهة دي نعمة ما بعدها نعمة صح ولا لأ؟ إيه المهم؟ يبقى كلمة مينو بوز معناها مينو يعني مستيريشن وبوز يعني ستوبتش يهليني فايزة نحن متعودين مع بعض يا جماعة؟ محتاج ديفينيشن بتحصل أمتى؟ سببها إيه؟ وأعرضها إيه؟ أول حاجة اللي نبوذ عبارة عن استورج اف بوز أوفيريان ومينستيريوال سايتز وزلاج افينيل سيكس أورجنز صلوا على النبي كده وركزوا وهدوا تكري معايا الكلام اللي أنا قلته إننا جيت أتكلم عالإستروجين ويجيت أتكلم عالبروجسترون مش كل واحد فيهم وصفت جزء من الدورة ولا لأ وقلتلك إن كل هرمون منهم أساسي في شغل الدورة وظهورها وخطواتها ولا لأ واحد يشتغل شغله الأساسي قبل لكن بيسان بعد برضا والشغل الأساسي للتاني بعد يبقى بالتاني لو الهرمونات دينش موجودة هل الفينين سايكل تبقى موجودة؟ لأ فبالتاني ركتاج معايا بيحصل مضوب يعني لك الفينين سايكسو هرمونز وبالتاني هيؤدي إلي إيه؟ استورج اف اوفيريان اند من استيريول سايكل الديفنيشة المهمة بتصير كتير يبقى المنوبورز وعبارة عن استورج اف بوث اوفيريان اند من استيريول سايكل ديوتولات وفينين سايكسو هرمونز كلام كويس طب الهج بتاعي خلي بالكوا يا جماعة الهج فارد يعني الناس كلها نزايا بعضها يعني بنلاقي ممكن يبقى من سن الخمسة واربعين للخمسين فيه ناس ممكن من سن الاربعين تخيلهم؟ وفيه ناس لحد الستين ها؟ بتختلف من واحدة للتانية ده السن ايه؟ الكوميرينج بتاعنا من سن خمسة واربعين لسن خمسين ماشي؟ طير السبب ايه؟ لوه عند سن خمسة واربعين او خمسين بيحصل التغير ده؟ هل خلي بالك؟ ركاز يا بنتي قلت عندي سن الخمسة واربعين او عندي سن الخمسين السن اللي اكثر عندي المنبوز ايه اللي بيحصل؟ المنبوز او خمسة واربعين واحنا اتفقنا لو تفتكروا معايا قلتولكم ان الاستروجين بيطلع منين؟ من الجروينج فوليكينز من البليمورديال والجروينج فوليكينز لحد ماوصل بالماتيور بتطلع المكسلم المنبوز او هذا الاستروجين يبقى بالتاني لو مافيش ايه؟ لو مافيش فوليكينز اللي هي هتطلع الاوثم بعد كده هل هيبقى فيه هرمونز؟ لا يبقى بالتطلع عندي سن خمسة واربعين يبقى بالتطلع عندي سن خمسة واربعين لتطلع فوليكينز واربعين سن خمسة واربعين كده سن خمسة واربعين وبعد شوية مش هيبقى فيه فوليكين ومش هيبقى فيه استروجين سن خمسة طيب العامل بصوا غناع لو نفتكر مع بعض الاكشنز بتاعت الاستروجين تا كنا بنقول ان الاستروجين ده ناسئول عن ايه؟ الباضي كونفجريشن الساكنداري سيكسي كاراكترز بتاع فينين يعني ان تشوفوا واحدة دخلة عليه كده او واحد داخل من شكله ومواصفات جسمه تقول ده مين او فينين طب الهرمون اني بيعمل الحكاية دي اتنا عادش موط او قل جداً هيحصل لخبطة في الجسم ولا لا؟ يحصل لخبطة في الجسم زي ايه؟ اول حاجة المانفستيشن يحصل حاجة اسمها ساكنداري امينوريه ساكنداري امينوريه اولاً يعني ايه كلمة امينوريه؟ الطبيعي زي ما قلت يا جماعة ان الفنين في عندها ايه؟ ها؟ منستروجن فيه ايه؟ مانفلي تشانجز بتأصل عندها ومانفلي بيحصل صح ولا لا؟ دورة شهرية طب توقفت يبقى اقول عليها دي حاجة اسمها امينوريه مش احنا قلنا كلمة اه اه يعني ما فيش مينوريه جانب منستيريون سايكل يبقى مينوريه يعني ان هو مينستيريون سايكل طب سميناها ساكنداريه ايه؟ كانت موجودة ما قلت براي مري امينوريه يعني السيتي دي عمرانة جالها الدورة خالص لكن ساكنداري امينوريه لقد كات عندها وبعدين اختفت ما عادتش بتنزل والساكنداري امينوريه اسبابها كتير من ضمها هنا المنبوس لكن لو الستة حانل هيبقى عندها ساكنداري امينوريه صح ولا لا؟ لان هي اصلا ما عاداش مينستيريون لانها حامل وان حل الصورة؟ بص تغيرات بص يا رماعة مع الحمل بيحصل تغير في الهرمونات صح ولا؟ التغير في الهرمونات ده ايه؟ هتلاقي الاستروجين زايد قوي اثناء الحمل والبروجسترون زايد قوي زيادتهم ديه بتشتغل شغل الايه؟ حبوب منار الحمل بتنع عملية الايه؟ الاوفيوليشن والمنستيريويشن وكذا ده بتوقف كله واتحط الصورة كلام كويس يبقى يحصل ساكنداري امينوريه قالي خلي داني الاستروجين والبروجسترون مهمين علشان البول جرس علشان البولة بتاع العظم بتاع جسم الوحبة تب التاني مع سن الايه؟ المينوبوس ده هو يحصل حاجه اسمها استي بروزيس استي يعني بقول بروزيس يعني ويكنيس بقى فيها شاشة في الهضاء بقى بضعيفة يحصل حاجه اسمها جيرجيوان مطقف زي ما قلتلكم الوحدة تشوفوها تقولي دي فينيل واحد تشوفوه تقولي دي اميل لايه الساكنداري سيكسي كاراكتر تلاقي ايه؟ الهيل لهم واسفات الواجه لهم واسفات البرست لهم واسفات الشلدر لهم واسفات الواصفات الصوت ماذا ساقر لهم واسفات لما يقل فإذا كانت الفيميل مثلاً قبل السنة ده البضير بتاعها قليل يعني الشعر الجسمال الشانة بالدق مفيش لا ممكن يظهر الشعر بتاع راسها ناعم وطويل معاش لا ممكن يبقى خشن ويبقى قليل البريست مثلاً بتاعه الكنتور معاش لا تايد بقى ايه الصيز يقل يعني معناها السيكس كاراكترز هتتغير صح ولا لا كلام كويس يحصل صيكيك افكت وحنت لقت نفسها كتشيء وبقت شيء تاني خالص لو كانت كلها هدفها في الحياة شكلها بيتم رب نفسياً يحصل اكتئاب ومشاكل ليه انك كل هدفها في الحياة الناس يقولوا ماشي ازاي جاية ازاي لابسة ازاي بتتكلم ازاي طب ازاي ده كونه راح هتحصل ايه فقدت اليها كانت عايشة من اجله ما كانتش بتتعايش علشان لا دين ولا ولا قال الله قال الرسول ولا صلاة ولا كلام كان كل في الدماغها لابسة موديل ايه لابسة شكلها ايه شكلها عامل ايه صح ولا لا فتدخل في ايه في سايكيك ديبريشان لكن الواحدة اللي ايمانها قوي لا مش هتفكر في حاجة من دي خالص دي ديت فترة من فترات العمر كل الناس هتعددها لا كانش هدفها في الحياة الشكل عامل ايه ومعرفش اين كانت اهدفها ردا ربنا مسلا مش هيبقى فيها عن بقال ايه وعلى فكرة جناعة خدها قعد عامر كل ما الواحد يكون قريب من ربنا كل ما تبقى عنه الامراض النفسية ها كل ما الواحد يقرب من ربنا تبقى عنه الامراض النفسية اللي بيبتقيب عن ربنا بتمسيكوا الامراض النفسية يبحثوا يا جماعة كلام كويس يحصى الحاجة اسمها هاوط فراشز تلاقي الستة ايه ان ما بتجي تقرب كده من سنة 45 او الخمسين وتبدأ بقى ايه الدورة تشطب والايه والفوليكالز ما هتبدأ تشطب هاش موجودة كني كان حصب صهد طالع من جسم كله نعم بيحصل صهد من جسمها كله مش طيقة نفسك لك نار نار طالع من جسم كله صهد كده السجم ايه هرمونات اللي اخبطة في الهرمونات دي الهرمونات اللي كانت مزبطاها قلت عنه زي واحد عايش على مخدرات وفجأة توقفت عنه هيجنن صح ولا ايه فده جسم اصلا او جسمها كان متزبط عن هذه الهرمونات بجأت تقل ولذلك بيبدأ ويعمله حاجة اسمها هرمون ريبليس منتثيرابي يحاول يبدو للانسة اللي ما هو اسمنه والسداله خطورة ما احنا بيقول له خطورة ربنا يعافي الجميع يا رب خلاص يبقى انا دلوقتي اتكلمت على الايه اللي مينه جوز الهدف من الكلام كل يبقى انا ايه ما يبقاش كل تفكيري الباضي كونفوجريشن ايه وشكل عمل ايه لأنا كل دا انا زواج لو كانت دمك لغيرك ما كانتش موصلتلك صح أليه اللي عايز يأخذ عزة وعبرة يبص على اي ممثلة قديمة شوفوا سلم الشباب كان شكله عامل ازاي وقبل الوافع هلطول كان شكله عامل ازاي هيبقى عندك الصورطين تعرف ان اي حد فينا هيعجب المراحل دي فملهاش بلاسما خالص مع صيت ربنا صح ولا لا كلام كويس يبقى اتكلمت عن النبوز طيب ده ده الدزء اللي انا قوله ده ده تكرار لان انا قاعد اعيد فيه المرة الفتت والمرة ده وان المفووك كنا نبدأ بوه بس اما قلت انا ايه ملتزم ان احنا نمشي تبكال زي كتاب لوزارة ما بيقول اللي هو المنستيري والسايكل المنستيري والسايكل زي ما قلت يا جماعة المنستيري والسايكل بتأسى الحكون اللي يجلس اف جسنها سواء برايمايسيكس ارجل او ساكاندريستيكس ارجل بيبقى اهتمامنا منصب على مكانين على الاوربري وعلى اليوترس لان دول المكانين اللي بيجاد حفوم او التغيرات اول حاجة عندي الاوربريان سايكل ده انا بعيد ده الكلمة اللي انا اعيد احكي فيه الاوربريان سايكل بلاقي فيه مانلي سري فاسس بس نورتاب لوزارة بتبلكم نصة المهم اتنين بس اضعك ان انا اقول فيه سري فاسس النص بقول على الاوربريان خلاص؟ اول حاجة اسمع فليكولار فاس مرحلة البناء ان الدريموردي الفوليكل تبدأ تكبر انا اقول لكم كل شهر من ايه من عشر لخمستاشر او من خمسة لخمستاشر دريموردي الفوليكل بتحاول تكبر لحد ما توصل لوحدة بس ماتيور اللي منها هيحصل الوفيليشن والجسم اللي فاضل اقول عليه كوربس لوتير دي ما بقول عليها الايه؟ الفوليكلار فاس يبقى الفوليكلار فاس بتشغل العشرة لاربعتاشر يوم الأولانية يعني غالبا اللص الاولاني من الدور ده 14 يوم الاولانية طب ليه من العشرة لاربعتاشر واتشة والاربعتاشر بالزبط ليه؟ لان انا انا قلت لكم ما فيه مش ورقة وقلم مايش ورقة وقلم والستاتك كلنا هذا وباعداها؟ فيه رينج عندي في واحدة ممكن الدورة بتاعتها تبقى ثمانية وعشرين يوم واحدة تسعة وعشرين يوم واحدة تلاتين وبحب صورة في اجلب الستات بتبقى كان ثمانية وعشرين يوم اللي 14 يوم الاولانين او 13 يوم الاولانين بقى يبقى دين ايه الفوليكولار فيس اليوم اللي 14 الوفيوليش من الخمستاشر للاخر دي حاجة اسمها لوتية الفيس اتكون القربة لوتية يبقى انا عند الفوليكولار فيس الرمج بتاعها من 10 او 14 يوم بيحصلتها ايه اسمجل دومين انتو فوليكين ويل بي ماتيور ده كلام اللي انا قلته ان واحدة بس اللي بتحاول تكبر اللي هي تكبر فعلا لكن من عشر وخمستاشر بيحاولهم لكن واحدة بس اللي بتبقى ماتيور وبتبقى ماتيور من اللي عند المين سايكل يحصل او بيوليشن انضر بقيت فكتو في اله سايكل زي ما قلنا وينا كملحوظة قلنا ايه النورمال سايكل ممكن تبقى من 21 ل 35 يوم بتختلف لكن قلت الاغرج او الكومان 28 يوم طيب بقيت الملحوظة انتكلم على الوتران سايكل تاني فيه المفروض الوفيوليشن الوفيوليشن غالبا بيحصل في الميت سايكل غالبا في اليوم اللي 14 under the effect of LH search اللي هو sudden increase in LH بصوا على الصورة دي كده شان نتخيل باتتابعوا معايا جماعة الصورة دي غاية في الروعة بتوريني ايه الاوريان والوتران سايكل الاوريان سايكل النصف الاولاني دا والا 14 يوم الاولانيين كنت بجهز اللي ايه ان انا كون ماتيور جريفيان فوليك بلاقي البرمار دي الفوليك قعدت تكبر جرادية الجرادية الجرادية لحد ما بقت ماتيور كبيرة في الميت سايكل عند اليوم اللي 14 بصوا على الان اللي اتشفوه شايفين عمل سبايك ازاي صادر انكريز حتى الان اللي اتشفوه معاه بردك صادر انكريز صح وانو بصوا على الاستروجين صادر انكريز يعني الشطرة بقى لو تسألك سؤال الاوفيوليشن ديوتو صادر انكريز ان ويجابلك تلات هرمونات الان اللي اتشفوه الفلس اتشفوه الاستروجين الزيادة بتاعت التلاتة دول مع بعض بيعملين الايه ها الاوفيوليشن بالذات اقوى واحدة فيهم الان اللي اتشفوه طيب الاوفيوليشن يعني ايه انا هاخرر بالاوفن لكن الهيكل اللي كان محيط بالاوفن في الماتيور فوليكي اللي هيدنه في الاوفن وانبر زي الفيكتو في الواتش يعمل من الجسم العصر لو الكربس لوتيان اللي هو الدوره هيطلع لي بروجسترون اندتوليس اكستنت استرجن يعني الاساس ان الكربس لوتيان بيطلع بروجسترون لكن بيطلع شوية استرجن بردك واتحة سورة يا جماعة يبقى في الايه في اول فيس بيبقى ماذا ايه عايز اكون ماتيور فوليكي ثم ثاني فيس عملنا الاوفيوليشن سم ثالث فيس اللي هي اللوتيان فيس بيكون الكربس لوتيان اللي انا بقول عليها الايه اللوتيال فيس يبقى اللوتيال فيس من الاوفيوليشن لحد ما يحصل المنسس تق대يبا اربعتشر يوم يبقى انا دール وقت الصحن أنا بقى تاهم ان الاوفيريليشن الاوفيرياني shows three faces اول فيس اللي هي الفوليكولال فيس ثم اوفيوليشن فيس ثم لوتيا الفيس بيتزمن معها تغيرات في اليوترس بتقسمها لتلاتة فيس مرحلة البناء ثم مرحلة السيكريشان ده علشان تغذي الجنين لو في جنين ثم لو ما فيش جنين اللي بانناها يتهد هيبكي دمن لعدم وجود جنين هيحصل من استيريواشن صح يبقى فيه بروليفراتيب او اسم الدلع بتاعها استروجينيك فيس لانها انضر دي كنترول اف استروجين والسيكريشان دي كنترول اف ايه برويجستيرون اف اوليس اكستنتي استروجين ثم الدجيميراتيب فيس او بقول عليها المنستيريواشن فيس او البليدينج فيس ناخدها واحدة واحدة البروليفراتيب فيس او بقول عليها ايه استروجينيك فيس يعني من عرف ديوريشان كنترول ثم ديوريشان اللي تخلي بات البنى انا دلوقتي عايزة بن بيت يا جماعة لو انا عايزة بن بيت البيت ده كان نبني بنى قديم اول خطوة اعمل ايه؟ صح ولا لا؟ اشطب يعني ايه؟ اه ها اعمل اغفة احط كهرباء احط مية سباتة ونحب السرط فنفس الكلام هنا هي سايكل سايكل يعني ايه؟ يعني دورة قورة دورة يعني زي دايرة كده لو بدأت بنقطة ونشيتها على الخط التهرج يعني نفس النقطة صح ولا لا؟ فالدورة يعني هدأ من اي مرحلة انتهي النفس المرحلة يعني ابدأ مثلا بالبروليفراتيب هقول بعدها سيكريتوري سوما منسترياشن بعد المنسترياشن يبقى بروليفراتي سيكريتوري منسترياشن دورة دورة متلفة فالبروليفراتيب مرحلة البناء هتمنى بعد ما شرت اللي ايه؟ البيت القديم البيت القديم اللي انا شرته هو ايه؟ المنسترياشن 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 بيوقع للبناء القديم صح ولا لا؟ بعد ما ينتهي المنست اللي بياخده تقريبا من يومين لست ايام قولوا متوسط خمس سيام بعد الخمس سيام ببدأ قدني رقا نظفنا المكان اللي هنجم فيه قدق البناء يبقى البروليفرات الفيس بتجدأ من اليوم الخامس ها للدورة طيب اليوم الخامس بص انا لو بصيت كده قال لي تخلي بالك ان في الدورة الرهية كنا بنقول ان النورمال منستيروار سايتل بتقعب تقريبا من 21 يوم ل35 يوم والمتوسط بتاع البلد في نوقل والمنسز من يوم لستة وكمية البلد قد ايه افراج قد ايه من 20 ل60 ملي يعني معنا بترى طول الست ايام الافراج بتاعنا ما يزيدش عن 60 زادعا كده يبقى معناها في زيادة في النزيف يبقى ما جيت اتكلم على الحالة بتاعتنا ها نركز يا جناعة خدوا نفس عنه لان الناس بدأت ايه صح ولا لا النقطة التانية بقى ركزي في النقطة اللي جادي مهمة الدورة بتتحسب ازاي اول يوم ينزل فيه ده اول يوم في الدورة ليه ليه بتفرق الكلام ده لانها بتفرق لو ستها تبقى حامل بنقول هو كان اخر دورة كان اول يوم فيها كان امتى لان يحسب بالحمل هي في الشعر الكامل ولا من الشعر الكامل فيه ناس طيبة بقت لان واحدة جاء تكشف ولا حاجة وايه جاء الدكتور نسى وتوليد ولا حاجة وايه اول ايه اول زيارة بعد ما بقت حامل يا ستي انت انت الط μια احد ايه اا و اول يوم في اخر دورة تد انت طيبة karena vanity طيب الدكتور ملو طيبةம حال pc تقوaly او lengthy ثicked و او احدilight واحدة تانية شطرة اه ادخلLY طيب ولكن ديك اللي عم في الدورة ان Voyager لا دا تحصل الكلام دا يا جماعة دا يحصل ايه المهم ما علينا ما علينا ايه المهم يبقى اول يوم اسناع يا بنت بس 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 اول يوم ها اول يوم يحصل في بليدي دا اول يوم في المنستير والصائف وحب الصورة يا جماعة كلام كويس طيب يرجع مرجوعنا في البروليسرة الفيسي وانا قلت ايه هذي البروليسرة الفيس بتبدأ من اليوم الخالص للسيكل لحد الميت سيكل الوه اليوم الارد بعتاش له يعني اصبري بس لا بيس اصناعي يا بنت اصناعي يا ماما بس بس انا قلت لك ايه انا بقول لك المنستير والصائف من يومين لست خدنا الافريج خمسة هه هي ذا ليبوا بس انا قلت لك ايه هقول مثلا قليت المتواصف 4 ايام هو من يوم 6 هنا هو بيشرح قال لي كان هاخد هقول انها كانت الدورة 4 ايام بس ففي اليوم الخامس كذا في جمن الدورة كانت 6 ايام يبقى من اليوم السادة في جميع الدورة يبقى من اليوم الثالث اه بعد اخر نقطة ايه دم خلاص الدورة خلاص من البليدنجي ترفع يبقى اول يوم بقول عليه اول يوم في البرولير فات الفيس واتحب الصورة يا جماعة كلام كويس الكنترول الكنترول اللي طالع من اين بس يا غنت اللي طالع من اين من الجرونج فوليكس واتحب الصورة يا جماعة طيب ايه التغيرات اللي بتحصل ركزه انا عايز ازود السيكليس بتاع مين بتاع الاندوميتريام اللي هجهزه علشان مين علشان يحصل فاول حاجة يحصل الاندوميتريام السلز بتاعت الاندوميتريام يبدأ يزيد عداده الجلان بسمك سعب هتبدأ تتغير هلاقي فيه ستريت مو اندوميتريام الجلانبس وزميني من السيكريشن الجلانبس بدأت تامه وبدأت لحد ما تتبقى مينما تقرئيزي من السيكريشن ماش يا جماعة يعني بعض يقولوا لا مفيش سيكريشن خالص البعض يقولك لا تا فيه مينما كمية لا تكاد لا تذكر من السيكريشن بتطلع من الاندوميتريام الجلانبس تخيلوا بقى بص بكاذا انا هدت البيت احتحت الاساس هل فيه اتفاع للبيت كده بالوقت عن سطح الارض لا لانا نفاحت الاساس لانا نفاحت الاساس عملنا المينسيز نظفنا كل حاجة بعد كده هدى قبلي ان بدأت قبلي بدأت اعلى عن سطح الارض صح ولا لأ فبدأ يبني البنى فده اللي بيحصل هنا قبضي بجيني الجنوب برونفرة في السيس الاندوميتريام الثن تخيلت فتنس بتاعه من واحد الاثمين مليمتر وشوفوا بقى في نهايتها قد ايه تلاتة الاربعة مليمتر الناس دي ايه الناس يعني بدقة اقطعها مصارينهم قوي يعني من واحد الاثنين مليمتر تلاتة مليمتر اقول لكم دي حاجات بتتشاف تحت الميكروسكوب انما انت تقدر تشوفوها انها زادت ملي او اثنين مليمتر وبقى زادت كتيل جدا وتخيلين يا جماعة السلزي دي حاجات تتشاف تحت اللايت ميكروسكوب تحت الميكروسكوب الضوئي فانا ام اقولي السكلة الزاد بملي او اثنين مليمتر يعني حاجة انا قدر اشوفها يعني معناها ايه لا تزادت كتيل جدا ويتحب الصورة يا جماعة كلام كويس يبقى الخلاطة المزاج السيكنس بتاع هذا الاندومتريام طيب هندخل بقى على مرحلة السيكريتوري فيس ان البروجسترول هيبدأ يطلع من الكردس مطيوم ومعاها الاستروجين وبدأنا نجهز لعملية الامبلانتيشن قلت هذي السيكريتوري فيس يهمين عرف البروجسترول بتاعتها الكنترول والتشينجس بتلدأ من اين بعد ما حصل الاببلاشن واتتوّن الكردس لوتيام يبقى من اليوم الاربعتاشر لحد بداية الايه المنسز لحد بداية الايه المنسترياشن تبقى من البروجسترول ملي ومعاها الاستروجين طلعين من الكربس لوتيام من الكربس لوتيام لكن في المرحلة الاولية ان الاستروجين طلع من اين؟ من البروجسترول طيب اغنى تشينجس اللي هتحصل السيكريتوري هيزيد والجلاندس هتبقى سيكريتوري علشان تبقى تغز الجميل اللي هيبقى موجود بعد الامبلانتشن يبقى الاندوميتر الالجلاندس تبقى تورشوات انت عارفين يعني ايه تلمة تورشوات؟ ملاولوة كده يا جماعة ازاي سلك التليفون سلك التليفون بتاع البيت مش بتلاقوه كده ملاولوة وكده عشان ايه؟ يبدو طول لو تشد فبتلاقيها ايه تورشوات ملاولوة كده وبعد سيكريتوري بدع تطلع سيكريتوري عشان تعمل تفزيه من ايه؟ من الانبلانتشن اللي هي الزايبورد الاسبايرال ارترز بيكون مور تورشوات الارترز اللي موجودة في الاندوميتريان بدع تبقى طولها طويلة زيادة عن اللذوم انت تخيل ايه بص يا منت لو الطول بزد اي طريقة وفي مسافة صغيرة مش علشان يشغى المسافة ده لو لو هيبقى ماتني في ده؟ هيبقى صغيرة الخلابة بيتغير شكلها ماشي؟ علشان تبقى ايه؟ فيها مخزون من الجليكوجر والليلد عشان تقدر تعمل مورش منت للجنين اللي ايه؟ لا يتكون ثم الثيكنس بتاع الاندوميتريان تخيلكم لوصلنا في قتل المرحلة اللي كانت شوفوا اسمه الثيكنس لخمسة لستة مليليتر تكتر الملحوظة اللي عايزكم تعرفوها هنا اكتبها ان في الدورة اللي هي 28 يوم الوفيوليشن مين بيحصل في يوم ال 14 طيب هل تخلي بالك وذين ثمانية واردين 72 ساعة بعد الوفيوليشن بقى البروجسترون السيكريشن بتاعه زائد هيعمل شفتنج من الهيستولوجيكال استراكشر تاع الاندوميتريان نحية السيكريتوري فيس يعني اللي نسئول عن السيكريتوري فيس مين لي؟ هو الاستروجين ولا البروجسترون؟ البروجسترون وزي ما قلت ها؟ بعد التمام ايه؟ النصامت احنا هعدة نبنى في جدار الرحمة في الاندوميتريان وبستنيين الباشا علشان يحصلوا طب مفيش باشا مفيش جنيه مفيش هيحصل ايه؟ اللي تبنى يتهد ونتخلص منه يحصل حاجة اسمها او منستريشن فيس الدوريشن مني من 8 يومين لستة ايام طيب نعم؟ طب لو قلنا من اربعة العشرة من اربعة لتمانية ها؟ ذات يقول على فكرة بص انت لو رجعت نفس الكتاب مكتوب لتنين مكتوب مرة قدام نفس المدة روالي كده ما تذكر كويس الجزئة دي مرة مكتوب من اثنين لستة ومرة مكتوب من ثلاثة لسبعة في نفس الكتاب وتحق الصورة فاحنا سدكناها من اثنين لإيه؟ لستة انت ذاكرة تكتبه حسن من اثنين لستة وفتقصة لسبعة لو جات لكده صح جات لكده صح يعني انا اكتوب مرة كده او مرة كده الافضل حتى بيوني يا جماعة المثل بيقول ايه؟ اذا حبيت تكدد خليك سجد في الكد يعني ايه بنعمة انا من اجي اكتب اجي اكتب حاجة لازم اثبت المعلومة ما يبقاش كله صفحة بايه؟ برقب مختلف يعني انا حبيت اقول معلومة الافضل مش مثلا اقولك مثلا الجلوكوز نيفل في صفحة اقولك ستين اللي بعد اقولك تسبعين بعد صفحتين اقولك تسعين لا الافضل ان انا سببت المعلومة على مدار الكتاب فانما اقول اثنين لستة ما فرقتش كتير من ثلاثة لسبعة خلاص؟ ده او ده لو كتبت الاثنين ما اكتبين لو كتبت انا سببتتلك رقم عشان ما اكتهيش من اثنين لسبعة الاثنين لستة ماشر من ثلاثة لسبعة ماشر لو كتبت ده صح كتبت ده صح لكن مفيش واحدة تقولي من عشرين لثلاثين انتوا عاملين له رقمين وانا بمزاجي زوجتهم ينفع الاثنين بطاك مكتعة اللي في الرقم يعني انا ما قولي ثلاثة متوسط اربعة ولا خمسة ما قولت ثلاثة لسبعة متوسط خمسة او ايه اربعة بطاك ما افرعتش كتير ويتحصوها يا جماعة الكلام كويس فاحنا عندنا من اثنين لستة اياه عندك عايزة تحفظ الرقمين من اثنين لستة او من ثلاثة لسبعة مش ايه مشكلة بس الله يهديك بس لو جات في الامتحال اكتبي احدهما لكن للأسف بالله الناس لا كتبت لده ولا كتبت ده بالعندي فيكم بقى انتوا قولينها مرة كازة ومرة كازة طب انا مش هكتب بقى واحنا نقولك واحنا بالعندي فيك هنكتب صفر ويتحصوها يا جماعة كلام كويس ايه المهمة كونترول استانتوا لو تلاحظة يا شطار على مدار السيطل وفي الكلام بتاعكم تبنطولكم بتختلف من واحدة الواحدة احنا قلنا بتوصل ممكن لحد خمسة وثلاثين يوم وقلدى طبيعى صح ولا لأ يعني في ذن وقي قلت لك ان الخلج يفسد في اليوم لاربعتعة لكن ممكن يحصى في التلاتتاشر في الاتناشر ممكن يحصى في الخمسةاشر ممكن يحصى في الستاشر ويتحت الصور جماعة كلام كويس بس لو يلي تقلك البت bustاد의 28 يوم عreated يحصل 2 يوم inscription يحتى ثاني يوم نحصل لاربعتاشر ويت حد الصور يا جماعة كلام كويس طب ايه اللي بيحصل التخانى ان ما فيهش ايه مفيش بلاسينتا البلاسينتا ما تكوناتش طرمها البلاسينتا ما تكوناتش جسم الأصفر هيدبر هيبقى فيه أتروفيل ويبدأ ايه ما يطلعش السيكريشن بتاعه ما يطلعش الاستروجين ولا يطلع بروجسترون الكارثة كلها كل التغيرات اللي بتحصل في الرحل كان سببها ايه الاستروجين والبروجسترون طيب هم مش موضين هيقع كل اللي بنيع في الشارع يبقى هتلاقي البروجسترون هيقدي الى الاستروجين والبروجسترون هيقدي الى ايه اول حاجة يحصل تضياء للسبيرال ارتر طيب انا قفلت ارتر لو انت دلوقتي بتقسد ضغط العيال خلاص ورفعت رفعت الزبق لحد متين عشان تنزلي بقى جرادول واحدة صاحبتي جاتلك ما شفتهاش بقالك سنة اول ما شفتها ان تنسيت العيال خالص وانك قفل عليه على المتين خدتها بالاحضان ايه زيك عامل ايه فيلك يا بنتي تقولك انا اتخطط وقعدته تحكي الجروب ايسا والعيال قاعد يصوت فريح ايه اللي ما يحصل من العيال لما تنسيه كده وضغط على الايه على الشرايين بتاعته هيحصل اسكيميا وممكن يحصل غير غيرينة في ايه تخيلهم لو قعدت مدة طويلة فانت دلوقتي الاسبيرال ارترس ده اما تيجي الهورمولات ما عادتش موجودة تضياء تغفل هيحصل سمسور تقف اسكيميا وليكروبس الجزء ده يموت خلاص؟ طيب الجزء ده نات ومعادش شغال بقى فيه وستبرودة بقى فيه متابلت حاجات مش شغالة حاجات بايزة كل ده بتعمل لوكال فازو ديلاتيشن فيحصل المرحلة التالية ديلاتيشن واسبيرال ارتر نتيجة ايه؟ نتيجة تكون الدد بقى تلزل موجودة اجزاء الميتة بيك بتعمل ديلاتيشن فتخلي ايه؟ الدم يقوم نازل بسرعة يعني ايه بص انت عندك ارتر او شوريانة هو الدم ماشي فيه مفيش مشكلة خالص حصل انه حصل انغلاق تام لحزي خلاص؟ اتشو اللي هنا مات اه اتقفت زي جلتك اه اتقفت زي جلتك ايه اتقفت ايه هنا الجزء ان التشو اللي هنا الانسيب اللي هنا ماتت؟ خلاص؟ ما عادتش شغالة اتقون فيها توكسن ووست برودكت وحاجات كده ميتة جزء ميتة التشو اللي ميت ده هو بيطلع موادي تعمل ديلاتيشن توسع فهتقوم موسعا ايه الشوريانة اللي كان قافل به ان ما يوسع هو اتقطع اصلا ما هو كده اتقطع هينزف هو اللي هينزف به ويصحب معاه الاجزاء الميتة هقولها تاني ركزه عشان محتاجة فيه انت عند الجدار الراحم كاني لو ما فيش مشكلة اللي حصل ان الهرمونات قلت فجأة ان قلت كان ده ايه اللي بيوصل الدم جا هو تمحافظ على الارتري كانت الهرمونات دي طب الهرمونات ما عادتش موجودة هيحصل تغير في الجدار الارتري فيدياء يقفل ما عادش فيه دم رايح من ايه من الانسجة اللي بيغزيها الجزء من الرحم اللي بيغزيه الجزء بتاع الاندوميتريا اللي بيتغزى بهاز الارتري ما عادش يوصل له دم النتيجة ايه ان الجزء ده يموت بنيكروز انه يموت الجزء الميت من صفاته ميتابولت 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 يعني ايه يعني سنقسيد الكربوني يزيد فيه اي مادة مثلا ايه مثلا ايه كان في جلوكروز يتحول للكتك أسد وخلافه الميتابولت من صفاته انه بيعمل يوسع يوسع موضعيا ماشي زائد انه تتكون مواده زي حاجه اسمها بروستابلندن ده بردك هنا هو توسع انه يوسع هو اصلا ايه اتجرح الارتري اصلا ده هو انه تقفل هنا الجزء من جدار الارتري نفسه اللي بعده مات فتقطعت اننا قطعناه اما الارتري يفتح هيبدأ ينزف لانه مقطوة بقى مقطوة هينزف ويسحب معجز الميت من ايه من الاندومتريا ينزل على هيئة منسس ويضح في الصورة يا جماعة يبقى اساس المشكلة كلها ان الايه الاسترجن والبرجسترول اللوم فيحصل يعني يحصل الاول فيعمل لي نيكروزيس في الاندومتريا الول ثم فيحصل يسحب معا نيكروزي تيشو يرمي في الشارع وضح الصورة يا جماعة دي اللي انا بقول عليها او المنستريويشن فيس لما بص على الصورة يبقى انا عنده لو بدأنا بالمنسف من اليوم الاول لحد الغاللة لليوم الخامس او السابس ثم بروليسة ثم سيكريتوري والفوق كان اللي في الاول ايه فوليوكولار فيس ثم أوفوليشن ثم لوتيال فيس يعني في الشرحة عندكم مكتوب النوم توفيس اللي هي فوليوكولار فيس ولوتيال فيس وفي الصورة اللي موجودة عندكم النوم سري فيس اكتر سري فيس لا عمره ما هيديه يقولك النوم توفيس بس لو صح هو غلط هيقولك هيقولك ان الاوليان سايتوريسة ثم او فيس لك تبقى غلط هو مين عندك فوليوكولار فيس مش هيسألك في معلومة غلط تأكد يا جماعة ان السؤال الميتسيل هيتسيل في حاجة واضحة زي انا بنقول وما فيش حاجة مكتوبة غلط هو ما قالش ان هم توفيس بس ما قالش كده لو اثناء الشرح اتقال ايه ان عندي فيس كده وفيس كده وفي مرة تانية انا قايلك التلاتة فيس وانا قلتك انهم تلاتة فيس اهو واتحل الصورة كلام كويس نعم ادي السيط اللي عندنا يا جماعة السيط اللي عندنا لو هي ايه تمامتشر لو تمامية وعشرين داي يبقى انت عندك ده اول يوم من البليدنج ده ده واليوم اللي اربع قاطع ده الوفيوليشن ايه بوت او الوفيوليشن فيس تيتاماريس الكلام اللي انا قلته يا جماعة اول حاجة اتكلمنا عنها اتكلمنا عنها اتكلمنا على الاكشنز اف استرجان اكشنز اف بروجسترول يعني ايه من نبوذ يعني ايه من سيكل على فكرة يا جماعة المنستيرول سيكل او في ليه سيكل بواجن عام من الحاجات اللي محتاجها تركيزه فيه اظن بسيطة ووصلت ولا ما وصلتش اتفاهمت يعني ايه في فيلي سيكل يا جماعة يعني ايه اوفيولاتي سيكل يعني ايه من سيكل طيب اشوف احنا افهمنا ولا لا احل بعض الاسئلة نركز مع بعض اول سؤال بيقول لي ايه هو البيضي الأمر؟ السؤال الثاني هو البيضي الأمر؟ أسمها ايه؟ و بتحصل كن؟ اللي أنا بقول عليها الأنبلة كلمة أنبلة لأنها قبلها طير في الجهاز الهضمي فيه حاجة اسمها أمبولا أوففاتر جزء في الإسماء عشر أمبولا يعني جزء كبير خلاص؟ جزء متسع طيب هاتشي هورمون استيميلايكس اللي اكشي سيرجي كوينج أوبيوليشن إستروجين صح كلام؟ كلام كويس لو قلت إستروجين ومن ضمن الخيارات بروشسترون هو الإستروجين برده ده اسمه تشوز وان ديست أنصر يعني أنا باختار أصح إجابة وتحط صورة يا جماعة كلام كويس السؤال اللي بعد كده which hormone for secretory face of the endometria يبقانين البروجسترون اللي هي رقم C السؤال اللي بعد كده osteobrogens is a picture of which of the following المينوبور اللي هي رقم B السؤال اللي بعد كده which hormone controls the proliferative face of uterine cycle the proliferative the proliferative اللي عايز يبني من الايه؟ من the growing follicle يبقى الاستروجين يبقى الإجابة بتاعيتنا رقم ايه؟ السؤال اللي بعد كده in the typical 28 day cycle ovulation occasion in which phase or in which day of the cycle اليوم الى 14 true and false سنقولها بسرعة عشان ناخد بريك يا جماعة اول حاجة during fetal life estrogen are important for development of uterus and vagina true estrogen decrease and the number of cilia and salubian tubes غلط يا مسترية increase مش decrease gregisterone has a thermogenic action via a biorex action on heat regulating the center صح at 40 45 year old the number of cilia foricles decreased to few foricles which is secreted a large amount of articles غلط كمية لينة مش large in the typical 28 day cycle ovulation occurs in cycle day can 14 يبقى رو match LH surge ovulation ministerial cycle 28 يوم estrogen pigmentation of aurula estrogen sterual blood كان 60 definition fertilization قناها المنبوذ اليوم 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 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 طيب. هاولي نجابات بسرعة. احنا هنقول عالبرايماري سيكس اورجان عالسكندري سيكس اورجان عالسكندري سيكس كاراكتر عالميتابوليك وعالبرايماري يعمل اي في الاوباري على السكندري جزء جزء واضحة. اكشن. اف ايستورجين اندريست التشمل ايه ده بيعمل ايه في الكنتور الصعيد الفات الايه الاريولا النبل الباكت سيستن والها الصورة جماعة كلام كويس. بص يا جماعة الله يهديكم. انا وانا بذاكر نمط الاسئلة لاسي محل اسئلة. وعندكم كل محاضرة عليها كم اسئلة كبيرة. لو ذكرتوها وعرفتها فلا الامر سهلة جدا. ان يبقى عالي اسئلة سواء طروق ارفوز او اكمل او غيره. مرتع للمحاضرة يا جماعة. هل في كل ما بحطها في الاسئلة ما بكونش شرحتها. خلاص. شاكك في حاجة ارجعوا للاجابة زي ما قلت. في اخر خمس ده او حاجة في كل الريديوات لاني بقولي الاجابة صح ولا لأ. المؤمن ذاكر ربنا يهديكم طيب. نفس النمط. على الكم يا ملات ساك кожا صح ولا لأ. على العام الكاظناس يا ملات. على العام الكاظناس يا ملات. وعلى البيتروس يا ملات. وعلى البديو انظامينا يا ملات. وعلى الانيIN. خليكم منظمين نجدوش كلمة من الشارق على كلمة من الغرب نورمالي فميل ساكل ديوريشن اذ؟ طب ماني وعا سينيها مخترية الفميل ساكل ككل طب ماني وعا سينيها زي بروليفت الفاس افتران ساكل اس كنترول دو باي ايه؟ استروجين استروجين تبقوا عليا استروجين الفاس ده اللي بيتحكى لفعل استروجين لو اشتركوا كلمة ليلة موجودة الجاية موجودة ؟ ضمورة ضمورة وقادي كده الحالة واضحة واحدة عندها ايه اكسيسف بليدنج يعني الريغولات سايتل البلوك فرو عندها قزيب من عشر تيان او وصل لعشر تيان وكلية البلوك كان قد الطريقة كان مرة ثلاث مرات فمخلالها عندها ايه امينيا قاعدها تفكي الدن فعندها امينيا والانينيا التمتاز بايه بالبالور والفاتيجابلتي ها والفاتيجابلتي يعني بتتعب من اقل مجهود واضح بسرعة يا جماعة كلام طويس كده الحالة بقت ايه واضحة واضحة الامور واضحة ولا صعبة يا جماعة واضحة التوفير ان شاء الله